مملكة البحرين نؤكد على أهميته عزيز الحراك الثقافي وبنيتنا التحتية الثقافية فهي ما تروج للصورة الحقيقية لأوطاننا الغنية بتراثها وحضارتها الإنسانية الممتدة لآلاف السنين وأضافت أن المبادرات الثقافية الجادة تحول بلداننا العربية إلى مراكز عالمية للإنتاج الحضاري وأشارت معاليها إلى أن الثقافة هي اللغة العالمية التي يمكن من خلالها التواصل مع العالم والأداة الأكثر فعالية في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة مؤكدة أن الوطن العربي يمتلكون ماذجة مميزة للعمل الثقافي وشخصيات ترغب في إثراء الإنتاج الإنساني للمجتمعات العربية وأشادت معاليها بجهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ورعايتها للعمل الثقافي العربي متوجهة بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على حسن تنظيم المؤتمر ومبادراتها المستمرة في تقوية العلاقات الثقافية ما بينها وبين شقيقاتها من الدول العربية الأخرى كما ودعت معاليها وزراء الثقافة لحضور احتفالية ختام الفعاليات المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية نهاية نوفمبر القادم وتوقفت عند مشروع نقل المعارف في البحرين وهمية الترجمة إلى اللغة العربية لأهم الكتب والأفكار التنويرية ودعت للاهتمام بالإرث الإنساني الذي يساهم به المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في المنامة مشيرة للوجه الحضاري والإنساني للدول العربية والإسلامية ومبادرت البحرين في تخصيص يوم عالمي للفن الإسلامي من قبل منظمة اليونسكو هذا وبحث المجتمعون في المؤتمر الإعدادة للقمة الثقافية العربية وتطرقوا إلى أوضاع التراث الثقافي العربي في ظل الظروف الحالية والمستجدات الأخيرة في فلسطين ومدينة القدس الشريف واليات تنفيذ العقد العربي للحق الثقافي للفترة من 2018 إلى 2027 ترجمة نانسي قنقر